قبل أيام قليلة تراجع تحالف البناء عن التمسك بمرشحه لحقيبة الداخلية فالح الفياض معلنا تقديمه بدلاء آخرين لكنه ما لبث أن تراجع مرة أخرى ليؤكد تمسكه بالفياض وفق تصريحات لنواب التحالف وبينما أكدت أوصات برلمانية عديدة أن مجلس النواب سيصوت على ما تبقى من الوزارات الشاغرة في الفصل التشريعي الثاني للمجلس والذي يبدأ قريبا فإن بوادر الوصول إلى توافقات بشأن الوزارات المتبقية تبدو متعسرة لا سيما فيما يتعلق بحقيبة الداخلية التي تحول الخلاف حولها إلى صراع إرادات داخل البيت الشيعي دفعت مجموعة من داخل كتلة ميليشيا بدر البرلمانية إلى الانشقاق المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم تيار بدر الوطني انتقدت بشدة قيادة بدر متهمة إياها بأنها متأامرة على العراق ومستبدة وأكد أعضاؤها أنهم ليسوا إيرانيين ولم يكونوا جزءا من إيران الخلاف الذي دفع هذه المجموعة للانشقاق التسع بعد وقوف هادي العامري بالضد من ترشح قاسم الأعرجي الوزارة الداخلية ووقوفه الآن ضد ترشيح ياسين الياسيري القيادي في بدر لحقيبة الداخلية أيضا مما يفتح باب الأسئلة مجددا عن دوافع هذا الإصرار على شخص الفياض بالرغم من كون البدائد الأخرى لا تبدعد عنه من حيث الأيدولوجيا والأجندة التي يجري العمل بموجبها الأطراف المتمسكة بترشح الفياض ذهبت إلى أبعد من ذلك فقد كشف النائب عن تحالف المحور الوطني مقدام الجميلي عن طلب تكليف اللجنة القانونية في مجلس النواب بإعداد قانون لتحويل جهاز الأمن الوطني إلى وزارة سيكون مرشحها فالح الفياض وهو ما نفاه تحالف البناء الذي لا يرى الفياض في غير وزارة الداخلية خمسة أشهر مرت على تشكيل حكومة عادل عبد المهدي التي ولدت منقوصة وما زالت شخصية فالح الفياض تمثل العقدة الأولى لاستكمالها وهو ما قد يعني أن أشهرا أخرى قادمة في صراع سياسي محموم لا يريد أن ينتهي عند حد